المحا مسؤولون مصريون إلى أن القاهرة تدرس الآن خفض علاقات ديبلوماسية مع إسرائيل عن طريق صحب سفير البلاد في تلبيب وفق ما نقلت صحيفة Wall Street Journal وشار مسؤول مصري بحسب الصحيفة إلى أنه طالما بقيت القوات الإسرائيلية عند معبر رفح فإن مصر لن ترسل شاحنة واحدة إلى رفح وكانت القاهرة قد أعلنت الانضمام إلى جنوب إفريقيا في دعواها ضد إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية ينضم لنا الآن القاهرة مرسلنا أحمد مهران أحمد أهلا بك معنا نتطلع معك ونقترب أيضا من موقف القاهرة سواء كان فيما يحدث عند معبر رفح أو في ظل الحديث عن أن القاهرة قد تلجأ إلى خفض العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل فيما يتعلق بالموقف عند معبر رفح لا تزال حركة المساعدات متوقفة منذ أن أقدمت إسرائيل على خطواتها التصعدية الأخيرة بالسيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح وبدء عملياتها وتحركاتها العسكرية في مناطق مختلفة من رفح وهي الخطوات التصعدية التي أثارت غضبا مصريا أدى إلى تصاعد اللهجة المصرية الحد تجاه إسرائيل خلال الأيام الأخيرة بدءا من رفض القاهرة التنسيق مع الجانب الإسرائيلي في إدارة معبر رفح ووصولا إلى إعلان مصر قبل يومين عزمها لانضمام لدعوة جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدلة الدولية لكن فيما يتعلق بالخطوات التصعدية المقبلة خاصة على المستوى الدبلوماسي وما أثير في بعض الصحف الغربية بشأن أن القاهرة تدرس سحب سفيرها من إسرائيل أولا هذه التصريحات لا يمكن تأكيدها في الوقت الحالي لأنها لم تصدر من مصدر مصري رفيع أو مصدر مسؤول في الحكومة المصرية وعادة ما تصدر مصر هذه التصريحات وتمررها إلى وسائل الإعلام المحلية لكن هذا لم يحدث حتى الآن لكن هذه الأنباء أشيعت ليست للمرة الأولى قبل عدة أشهر أيضا أشيعت مثل هذه الأنباء أن مصر تدرس سحب سفيرها وخفض مستوى التمثيل الدبلوماسي في إسرائيل وهي خطوة اتخذت من قبل في مناسبات عدة السفير المصري الأول في إسرائيل تم سحبه عام 82 احتجاجا على الاجتياح الإسرائيلي للبنان والسفير الثاني السفير محمد بسيوني تم سحبه أيضا في عام 2000 احتجاجا على التصعيد الإسرائيلي والانتهاكات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين في أحداث الانتفاضة الثانية وبالتالي فهي خطوة اتخذت من قبل في مرة عدة لكن هذه المرة لم يصدر قرار رسمي بشأنها ولم يصدر حتى تصريح يؤكد أن مصر تعتزم أو تدرس مثل هذه الخطوة لكن بالمجمل نحن أمام لهجة مصرية حادة غضب مصر يتصاعد بسبب هذا التصعيد الإسرائيلي وهو يأتي في إطار ربما محاولة الضغط على إسرائيل للعودة مرة أخرى إلى التهدئة واستئناف مفاوضات وقف إطلاق النار وهو تصعيد مصري يأتي في إطار أيضا ضغوط دولية متصاعدة ضد إسرائيل وهي ضغوط منتشرة في أنحاء العالم وتتخذ الصور مختلفة كما نتابع أحداث الاحتجاجات في الجماعات الأمريكية قررت بعض الدول في أمريكا اللاتينية بتخفيض أيضا علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل شكرا لك مرسلنا أحمد مهران كنت معنا من القاهرة شكرا لك